نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية باتنا أياماً إعلامية لفائدة الشباب والشابات الراغبين في الانخراط في صفوف الدرك الوطني بمركز الإعلام الإقليمي الشهيد بن خميس عمر سيف الدين نزار والتفاصيل نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني باتنا أياماً إعلامية حول التجنيد ابتداء من 16-17-18 جنوبي على مستوى مركز الإعلام الإقليمي الشهيد بن خميس عمر باتنا حيث تهدف هذه الأيام إلى تعريف بمؤسس الدرك الوطني هيكل تكوين مها منح فرصة للشباب الراغبين والشابات ضمن انضمام إصوف الدرك الوطني وتعرف أكثر على كيفية وشوروت التجنيد الهيكل التي تحتويها مؤسس الدرك الوطني هذه الأيام لاقت استحسان فئة الشباب وخاصة الراغبين ضمن الانضمام إلى مؤسستنا كما سيتم اليوم اختتام هذه الفعاليات بحضور جميع الفاعلين